موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نادي الصحافة الذي يأتيكم من قناة الـ DWTV من برلين وسنتناول في هذه الحلقة تطورات المشهدين المصري واليمني إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا والبحرين ويسعدنا أن نصدف في هذه الحلقة من برلين السيد برنارد تساند أهلا وسهلا بك أهلا بك ونذكر أنك مراسل سابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلة الـ DWP فأهلا وسهلا بك في هذا البرنامج شكرا ومن القاهرة ينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية الكاتب والصحفي بجريدة الأخبار اللبنانية والتحرير المصرية وإل عبدالفتاح أهلا وسهلا بك سيدي أهلا بك أهلا وسهلا وقبل أن نبدأ النقاش دعونا كالعادة نستعرض كيف تناولت الصحف العربية والدولية هذه المواضيع والبداية بالملف المصري ففي ذل استمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير وتحت عنوان ربما كل الطرق تؤدي إلى الإخوان المسلمين نشرت صحيفة الحياة اللندونية تقريرا لبدرية البشر انتقدت فيه كاتبة المقال الإخوان المسلمين وقالت عرف الشباب الثوار بعد أن تخلصوا من الرئيس السابق أنهم أمام قوة جديدة اسمها الإخوان المسلمين تريد أن تتواطأ مع أي شيء لتصل للسلطة فهم حرموا ورفضوا ورفضوا المشاركة في التظاهرات التي أسقطت النظام وغضبوا على أفرادهم الذين شاركوا فيها لكنهم حين نجحت الثورة باركوها وفي سياق متصل تناولت صحيفة القدس العربية كذلك إصلاحات حكومة الإنقاذ الجديدة التي من المفترض أن تتولى قيادة المرحلة الانتقالية موضع العديد من علامات الاستفهام وكتبت الصحيفة معلقة في مقال لها حكومة الدكتور شرف المقالة عانت من غياب الحرية والقرار المستقل في إدارة شؤون البلاد ولهذا يتخوف الكثيرون من أن يتكرر المشهد في حال تعيين حكومة الإنقاذ المرتقبة خاصة أن المشاورات حولها جرت مع قيادات سياسية وحزبية نخبوية لها تمثيل محدود في أوساط شباب ميدان التحرير وتحت عنوان الثورة المصرية تدخل مرحلة جديدة نشرت صحيفة ديتسايت الألمانية تعليقاً لميشيل لأتمان لفت فيه إلى أن الأهم بالنسبة للمتظاهرين ليست هي الانتخابات وإنما أن تسلم المؤسسة العسكرية السلطة إلى المدنيين وكتبت الصحيفة في معرض تعليقها على المشير طنطاوي أن يتخذ قراره الآن فهو يريد إخماد الانتفاض بالرصاص أم أنه يعتزم تقديم تنازلات في أسرع وقت وإذا كان طنطاوي جاد عندما قال إن المجلس العسكري لا يريد أن يكون بديلاً لحكومة شرعية فإنه يكون بذلك قد حسم موقفه فعلاً ومن خلال ما جاء في هذه الصحف أبدأ معك سيد تسان يعني كيف ترى هل المجلس العسكري يعني يود تسليم السلطة إلى سلطة مدنية حقاً؟ في بداية الثورة في شهر فبراير قرن الوضع في مصر كثيراً بتركيا وترح السؤال هل سيتصرف الجيش المصري كالجيش التركي آنذاك أثناء الانقلابات العسكرية وهذا التعليق من صحيفة ديتسايت يؤكد على ذلك فالجنرالات في تركيا أيضاً لم يريدوا أن يحكموا وبالتالي يتحملوا مسؤولية القصور في المجتمع وبالتالي حاولوا التركيز على مهمات خاصة وأن يعيدوا مهمات الحكومة لحكومات مدنية وأيضاً في مصر أدرى نفس الشيء نعم يعني صحيفة لوموند كذلك علقت على هذا الموضوع والسؤال التالي مطروح لضيفي من القاهرة وإلى عبدالفتاح لوموند تقول إن ضباط المجلس لا يريدون ممارسة السلطة فعلاً لكنهم يفضلون عدم التخلي عنها خوفاً عن مصالحهم الخاصة كيف تعلق على ذلك السيد عبدالفتاح في الحقيقة قلنا من قبل أن المجلس العسكري لا يريد أن يحكم ولكنه يريد أن يتحكم في الدولة القادمة كما كان يتحكم في الدولة في الجمهورية القديمة يريد أن يفرد وصيته على الجمهورية الجديدة يريد أن يكون المؤسسة الواصية والتي لا حق الفيتو في شكل النظام القادم وهذا ما يعطل مسيرة الثورة هذا التعطيل لمسيرة الثورة أو في الحقيقة ينطوي على ليس فقط دفاعاً عن مصالح شخصية ولا عن قوة المؤسسة العسكرية في الجمهورية الجديدة ولكنه ينطوي على فكرة الحصول على شرعية معنوية عبر أن يتم التغيير السياسي في مصر عبر مصار الجيش هذه الرغبة في أن يكون التغيير السياسي عبر المصار العسكري فقط أو عبر مصار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطي لأعضاء المجلس الحق أو المبرر أو الرغبة في إنهاء الثورة لا يريدون أن يكون التغيير بيد الثورة ولكنهم يريدون أن يكون التغيير بأيديهمهم إذن الجيش على حسب ما قلت فإن الجيش دائماً يريد أن يكون حاضراً في المرحلة المستقبلية أذهب إلى صحيفة ديفالتا سيدة ساند وكذلك الجارديان قالت إن الحكومات الغربية بدت مترددة هل تطلب بوقف العنف والمطالبة بتأجيل الانتخابات الوشيكة في مصر أو مطالبة المجلس لحقوق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة كيف ترى هذا التخبط الذي يعيشه الغرب حالياً؟ أظن أن الوضع مشابه كثيراً للوضع القائم سابقاً في شهر فبرايل فالحكومات دائماً تريد الاستقرار ونحن نرى ذلك أيضاً في أوروبا في السياق النقاش حول عملة اليورو فالاستقرار دائماً يعتبر قيمة بحد ذاتها فالحكومة الأمريكية رحبت بتصريح الأول لتنطاوي بما في ذلك الانتخابات وما إلى ذلك ولكن في النهاية كما رأينا في شهر فبراير أيضاً سوف تخضع الحكومات الأخرى بما فيها العربية أيضاً لديناميكية الموقع في مصر فالشؤون تقرر في القاهرة وليس في الخارج مهما كانت هذه الدول قوية أو حتى في واشنطن أيضاً كيف يرى الغرب ظهور الإخوان المسلمين بهذه القوة ونحن على أبواب الانتخابات القادمة؟ حالياً هناك تجربة جديدة بالنسبة للغرب فالصورة السائدة عن الإخوان المسلمين بأنهم أصوليون مستعدون لاستخدام العنف يفاجأون الآن بصورة جديدة حيث أن هناك من جهة أيضاً لديهم غضب من المجلس العسكري والطنطاوي والذغبة في التظاهر ولكن من ناحية أخرى لديهم تكتيك وتفكير كيف يمكن الحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات فلديهم مزدوج وهذه ظاهرة جديدة بالنسبة للغرب وكذلك بدرية البشر وهي صحفية في الحياة كتبت قائلة الإخوان المسلمون يتواطؤون مع أي شيء ليصلوا إلى السلطة دعني أطرح السؤال على ضيف عبد الفتاح كيف يعني تعلق على هذا القول الإخوان المسلمون يتواطؤون مع أي شيء ليصلوا إلى السلطة في مصر أعتقد أن الإخوان المسلمين كانت لديهم مصلحة من أول يوم بعد تنحي مبارك أن يقدموا نفسهم على أنهم القوى البديلة للمجلس العسكري يعني يطرحوا نفسهم للمجلس العسكري على أنهم القوى المنظمة التي يجب أن يتحلف معها وأعتقد أن هذا التحالف تم بطرق أربكة التغيير السياسي في مصر صنعت خدع كثيرة من أجل أن يصل الإخوان إلى أغلبية في البرلمان القادم وهذه لم تكن المشكلة أن يحصلوا على أغلبية في البرلمان القادم لكنهم يريدون أن يكون ذلك وضعاً للمستقبل السياسي في مصر أو لأن البرلمان القادم هو الذي سيضع الدستور وسيضع شكل الجمهورية القادمة في مصر الإخوان المسلمون يريدون أو يصورون أنفسهم على أنهم القادمون وهذه من ميراث وتراث مرحلة الاستبداد التنظيم الوحيد في مصر الذي استطاع أن ينظم نفسه في ظل الاستبداد لأنه كان محروماً من العمل السياسي العلني هو الإخوان المسلمين لكنهم يريدون أن يكونوا جزءاً منفسلاً من معادلة التغيير في مصر أو رقماً تتحالف معه السلطة ولا يعبرون عن الحراك السياسي الذي يتم الآن في ميدان التحرير نعلم أن الإخوان المسلمون لم يشاركوا طبعاً في الإحتجاجات الأخيرة نذهب إلى صحيفة الفينانشال تايمس صحيفة الفينانشال تايمس كتبت قائلة ترى أو ترى هي في أحداث مصر نفساً جديداً لأرابي العربي كيف ترى أحداث مصر سيد Zand على صحيفة الفينانشال على صحيفة الفينانشال على صحيفة الفينانشال لأن الإخوان المسلمين من ناحية معين لديهم حق لأن مصر يبدو أنها كانت في تيارين هادي والآن أصبحت من جديد موضع الإحتمام الواسع ولكن نظران للإحداث من تونس إلى اليمن فليست هناك صحوة جديدة للربيع العربي في مصر ولكن صحيح أيضاً بأن مصر هي أكبر بلد عربي وميدان التحرير هو مركز الربيع العربي والديناميقية موجودة وتوقفت هذه الديناميقية منذ شهر فبراير هذا ما تدل عليه هذه الأحداث بالتأكيد هذا بإجاز مجأة في الصحف الألمانية العربية والعالمية بخصوص الموضوع المصري وننتقل إلى موضوع آخر تصدر عنوين الصحف الصادرة هذا اليوم وهو موضوع توقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية لنقل السلطة وفي معرض تعليقها على هذا الموضوع رأت صحيفة الخليجة الإماراتية أن المهم ليس التوقيع بل تطبيق ما تم التوقيع عليه وأضفت صحيفة الخليجة الإماراتية في معرض تعليقها بيا القول على الأطراف لسيما النظام ورأس النظام تحديداً الالتزام بما هو واجب التنفيذ من قبلها وعدم التذرع بأسباب واهية أو رمي التهم على الآخرين للتهرب من المسئولية وإن لم تجد المبادرة طريقها إلى التنفيذ الجدي فإن الأزمة ستعود بشكل أكبر وتأثيرها في وحدة اليمن وأمنه واستقراره سيكون أخطر كانت هذه صحيفة الخليج وتحت عنوان صالح يسقط ولم يسقط علقت صحيفة السفير اللبنانية على اتفاقية الرياضة التي اعتبرتها نجاحاً للرئيس اليمني وكتبت صحيفة السفير في معرض تعليقها التوقيع لم يكلل باحتفالات وأهزيج الطوار اليمنيين فالراقص على رؤوس الثعابين حظي بحصانة تحميه من المحاكمة ونجح في الاتفاق مع قوى المعارضة على أن يتم نقل السلطة من خلال انتخابات رئاسية وليس على يد الثوار وأما طارق الحميد فكتب في صحيفة الشرق الأوسط متسائلاً بالقول هل انتهت الأزمة باليمن؟ الإجابة لا لكن فتيل الانفجار الكبير قد نزع أي أن كانت الحرائق القادمة فأمام اليمنيين طريق طويل جداً وأهم ما تحقق هناك هو خروج صالح من المشهد لأنه قادر على جعل ذلك الطريق شديد الوعرة انطلقاً مما جاء في هذه الصحفة توجه بالسؤال إليك السيد سند يعني هل الأزمة اليمنية بدأت تشهد انفراجاً؟ أنا أظن بأن هذه الصورة التي قرأناها في الشرق الأوسط بأن الفتيل نزع صحيح ولكن هناك فتيلين فتيل قصير المدى فمن ناحية هناك ارتياح كبير في اليمن بأن الرئيس علي أبدالله صالح تنح ولكن عندما ننطر إلى اليمن فنرى كم هو الفتيل الآخر الطويل وهذا الفتيل الطويل هو استدامة الثورة والفقر والبطالة وهي هائلة وتفوق على كل المشاكل في اليمن فهذا الفتيل لم ينتزع بعد سنعود إلى هذه النقاط التي ذكرتها ولكن سوف أوجه سؤالي إلى السيد عبد الفتاح يعني صحيفة السفير تقول الراقص على رؤوسي الثعابين فلت من المحاكمة والعقاب ما تعليقك؟ أعتقد أن الذي حدث اليمن تسير الآن على السيناريو المصري لكن بطريقتها الخاصة الاتفاق الذي تم في اليمن هو تقريبا هو محوره أن تقوم السلطة القائمة بإدارة عملية التغيير السياسي وهذا ما حدث في مصر ببعض الاختلافات أو ببعض الظروف المصرية السلطة هناك أزمة الآن نحن قادمون عليها في الربيع العربي هناك سلطة انتهت ولم يعد لها لديها شرعية لكن لديها قوة مسلحة ولدينا مجتمع لا يمتلك مجتمع تم تدميره في خلال السنوات خلال العقود الماضية ولا يمتلك إلا قوة الخيال والرغبة في التغيير هذا الصراع الآن ينتقل إلى مرحلة دموية أعتقد أن اليمن مثل مصر ستدخل في عواصف دموية أخرى لأن السلطة لن تترك مكانها بهذه السهولة علي عبدالله صالح في اليمن يريد أو أن يبحث عن ممر خروج آمن له لكن كل تركيباته في السلطة ما زالت قائمة لا أعتقد أن علي عبدالله الصالح سيعيش في أمان لا أعتقد أن هذا الاتفاق سيدوم طويلا لأن قوة الخيال بالرغم من أنها تبدو قوة هشة وضعيفة قوة الرغبة رغبة المجتمع في أن ينمو وأن يعبر عن نفسه أو أن يشارك في صناعة دولته القادمة أكبر من أن يتم استيعابها في الإطارات القادمة للسلطة وهذا ما سيحدث عواصف الدموية الجديدة كما يحدث الآن في القاهرة الآن في القاهرة تتم مسبحة في التحرير لثوار عزل والسلطة تخرج إلى الناس بسيل من الأكاذيب تقول أنهم لا يطلقون النار المشهد اليمني أعتقد أنه يسير باتجاه دموية الربيع في الحقيقة أود كذلك الحديث عن صحف خالجية رأت أن اليمن ليس بحاجة فقط إلى مبادرة عربية أو أي مبادرة أخرى بل هو بحاجة إلى مبادرات اقتصادية للنهوض بالبلد ما دور أوروبا؟ هل يمكن لأوروبا مثلا أن تقدم مبادرات على هذا النحو؟ أظن بأن أوروبا بعيدة كثيرا من ناحية جغرافية من اليمن وربما فكريا أيضا تستطيع أوروبا أن تفعل شيئا لأنها لديها علاقات واسعة مع دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين والمساعدات الاقتصادية التي يحتاجها اليمن يجب أن تقدم من المنطقة ذاتها والجار الكبير لليمن المملكة العربية السعودية مطالبة بشكل خاص بتقديم هذه المساعدات فالمبادرات السياسية وحدها لا تكفي ومجلس التعاون الخليجي كان لديه الكثير من الوقت من أجل المقاربة وضم اليمن إليه لا أود أن أبالغ ولكن الغريب أن المغرب نعم ضم إلى المجلس أما اليمن أجار مباشر فلا وهذه الدول التي كسبت الكثير من الثروات عبر النفط يجب أن تساعد وتساند اليمن الأوروبيون أيضا نعم ولكن التعم المالي يجب أن يأتي من المنطقة من الخليج نبقى دائما في أجواء الثورات العربية اهتمام الصحف العربية والدولية انصب أيضا على موضوع الأزمة السورية ففي مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط تطرقت الكاتبة هدى الحسيني إلى الانتقادات التركية الشديدة للرئيس بشار الأسد ونقرأ في ذات الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا تساعد لأنها ليست انطلاقة من مبدأ بل لأهداف لكن يمكن أن نبررها على أساس مخاوف تركيا من أن الحرب الأهلية لمفر منها في سوريا وما يمكن أن تسببه هذه الحرب لحدود غير مستقرة بالفعل في جنوب تركيا كانت هذه صحيفة الشرق الأوسط أما الصحيفة فرانكفورت رونتشاو الألمانية فنشرت مقالة للسفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا إيفي بريمور استبعد فيه أي تدخل غربي لإنهاء الأزمة في سوريا وكتب صاحبه المقال في الصحيفة الألمانية لم يتأكد بعدما إذا كان اهتمام متزايد لدى الغرب بالتدخل في سوريا مقارنة بليبيا لا تعتبر سوريا بلدا نفطيا هاما كما أن جيش سوريا وسلاحها الجوي يتمتعان بقوة تفوق بكثير قوة القدرات العسكرية للقذافي ومن الأمور الحاسمة أيضا أنه لا أحد يعرف بالضبط من الذي يمثل المعارضة السورية وكذلك الصحيفة الوسط كتبت في ذات الاهتمام عفوا أو إنما في موضوع آخر يتعلق بالبحرين كتبت ما يلي لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عنها بالأمس جاءت لتصارحنا بما فعله والإعلام بالنسيج الاجتماعي من تمزيق حين أطلق العنان لأشخاص غير مؤهلين لحمل رسالة وطنية جامعة فأوغلوا تمزيقا في الوطن وتدميرا لجسور الثقة وتهييجا للنفوس والأحقاد كانت هذه صحيفة الوسط كما تنولت الصحف أيضا أو الصحف الألمانية وكذلك الأمريكية هذا الموضوع وهنا أشير إلى صحيفة الواشنطن بوست والتي قالت لكن وتحت ضغط الكونغرس قامت الخارجية الأمريكية بوقف بيع أسلحة للبحرين حتى ترى رد فعل الحكومة على التقرير الذي جاء واضحا والآن يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تلتزم نظام آل خليفة بوعوده أو أن تلزم نظام آل خليفة بوعوده الإصلاحية قبل المضي قدما في أي إتمام أو في إتمام أي صفقة سلحة إذن نبدأ من أشياء السورية أنت سيد سانتكا خبير في الشؤون العربية وكذلك الشؤون الشرق الأوسط أين تتجه سوريا الآن؟ أظن بأنه منذ الأسبوع الأخير هناك تطور جديد في سوريا الأحداث في سوريا جاءت متأخرا ولكن الآن يبدو واضحا بأن الأزمة شديدة في سوريا وهذا يوقظ لدى الكثير الذين يتذكرون ما حدث في ليبيا بأن مصير النظام السوري سيكون هو نفس مصير النظام الليبي والصحف علقت على ذلك بشكل صحيح فلا يمكن المقارنة بين سوريا وليبيا الجيش أقوى وهناك ترابط أكثر مع الدول الجيران ولكن لابد أيضا أن يتم التفكير أيضا بهذا النحو فالسيناريو التركي أيضا والضغطات التركية الكبيرة على سوريا تلعب دورا مهما في ذلك أو أن تقيم تركيا منطقة عازلة في شمال سوريا أو شمالا من الحدود السورية هذا مثال تاريخي وسابقة كبيرة وهمة فلا نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث وراء ذلك هذا بالنسبة إلى التحرك الدولي دعني أسأل عن التحرك العربي في القاهرة يعني هناك حديث عن فشل ذريع للمبادرة العربية بالنسبة إلى سوريا سيد عبد الفتاح ماذا بعد بالنسبة إلى المبادرة العربية ماذا يقدمون العرب كخيار آخر الآن؟ أعتقد أن الجماعة العربية تتحرك بثقل شديد لأن من يتحكمون في الجماعة العربية هي نفس التركيبة القديمة الجماعة العربية لن تقدم الكثير لدعم الثورة السورية لأن هناك توازنات فقيلة جدا لم تجعل الجماعة العربية تؤدي دورها المطلوب منها بعد نعم مباشرة أطرح لك سؤال ولكن في موضوع آخر والمتعلق بالموضوع البحريني أنت كصحفي مصري كيف تقرأ التقرير الخاص بالانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟ سيد عبد الفتاح لم أفهم سؤالك نذهب إلى موضوع آخر المتعلق بالبحرين والتقرير الذي صدر بخصوص الانتهاكات كيف تقرأ توقيت صدور هذا التقرير الآن؟ توقيته بمعنى أن هناك محاولة لتمس الحقائق التي تتم في البحرين لأن العالم يريد أن يتعامل مع ما يجري في البحرين على أنه سراع طائفي وفي الحقيقة وكما تقول المعلومات التي لدينا هي محاولة من المجتمع البحريني أن يسير خطوة إلى الأمام هي في البحرين ليست ثورة بالمعنى الكامل ولكنها خطوة كبيرة في طريق أن يشهد المجتمع البحريني عدالة ويشهد إعادة ترتيب أو إعادة للتوازن الطائفي داخل المجتمع البحريني وهذا التوازن لا يؤثر عليه فقط الصراع الطائفي لكنه يتحرك بقوة مدنية كبيرة والمجتمع الدولي نظرا لتعقيدات العلاقة مع إيران أو تعقيدات الأزمة مع إيران يتصور أن البحرين مجرد أرض للإسترامة بين إيران والسعودية والحقيقة أن هناك محاولة نعم دعني أرحل السؤال الأخير على ضيفي هنا في الستوديو سيدة تساند يعني التقرير كشف تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان في البحرين كيف يمكن للغرب التعامل مع حكومة بحرينية كهذه باختصار إذا كان ممكن هذا سؤال كبير فالبحرين هو إفلاس أخلاقي للغرب في سياق عربية العربي فالثورة البحرينية لم تحضى بإهتمام كبير ويكفي بأن الغرب نعم شكرا جزيلا لك إلى هنا نأتي إلى ختم هذه الحلقة من برنامج ندي الصحافة نشكر ضيفينا في الستوديو السيد تساند وكذلك السيد عبدالفتاح من القاهرة وأما أنتم مشاهدين الكرام فتابعونا ورسلنا على صفحتنا على الفيسبوك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر